ردينا طفلة أربع سنوات قاتل حاول أن يغتصبها وقتلها بشوفوا قضايا تعمل صدمة في المجتمع إيه اللي بيوصل لكده وده اغتصاب طفلة هو يعني عشان البعض أحياناً بيعلق الاغتصاب على عوامل تانية تتعامل إزاي مع هذه الظاهرة اللي انتشرت بشكل كبير والقاصر ده حيطبق عليه قانون الطفل يعني اللي هو يعني العقوبة محدودة جداً وبمع ذلك المجتمع ما بينقش هذه الأضايا بوضوح شديد إزاي نحمل أطفال وإزاي كمان نمنع الاغتصاب الانتشر بشكل كبير في المجتمع بطريقة بشعة تقشعر لها الأبدان انتهت حياة رودينا ذات الأربع سنوات على يد حدث من جيرانها استدراجها إلى منزله وقتلها كما دخلنا البيت لقينا طبعاً حالة غريبة من البيت طالع ريحة من البيت أكني مقبرة جامعية داخل البيت أبوه كان شريك أساسي في القضية لأنه هو عارف كل عاجل دلوقتي القضية بتتحول لحدث والقانون أصلاً بيع فيه يعني أبوه بيرمي الموضوع على ابنه عشان هو حدث وده قانون عاجز ومازالوا لحد دلوقتي لو فتشوا البيت ده ممكن يلاقوا أي جسس أو أي حاجة لأن لو دخلتوا البيت دلوقتي شميتوا ريحة غريبة جداً عن البلد بيعطيت على يختصبه ودبح فإحنا عايزين حقنا منه عايزين يعدم شنقاً هو أبوه لأنه على أبوه لعل علم أبوه عاملت تحت كده بضرون زي ارتفاع تقريباً 3 متر زي طرب كده قرافة كده ريحت وحشة أهل البلد الشباب دخلوا جوا بيزقوا ويطلهم على فوق قاموا دخلين لقوا دم في الأرض قولوا ما لقيه دم دي قولوا أنا دمح فرخة ما صدقوش دم وانا انهبالت ما شفتي دم ولقيت دم انهبالت نطالب بتطبيق أقصى عقوبة على الجاني وهي الإعدام ونطالب بقانون لحماية الطفل من القتل من الخطف ومن الاختصاب أطفال مصر ضروري بقالهم قانون لأن الحوادث السنوية للخطف والقتل كتير جداً ودي طفلة بريئة طفلة جميلة حرام عليه اللي هو عامل في الطفلة دي حرام عليه موسيقى 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 لما فتوح شايل ضفر وحطي ضفره ظهروا الضلان وحطي ترخلان عليه احنا نزلنا الخلان وفردته مابسك الدم سخن دمي سخن لازم الله نعمل وكل فيه وانحرق قلبه مقوته ودفعه وقف يضهر معانا ومسك السجارة وقف يضهر معانا هو عامل الجريم ناس دي جت مشهورة بذبح الحمير قالت حبس قبل كده ابوها وطلع وكل حاجة والناس دي مش كويسة ساب الحمير وجاب على العيال يتبعها ويبعوها العيال احنا لك من ندي في الحتة وحسن في ما جبناها ويرتوا جابانا على طول اللي بعد ما بقدلها يا بنتي اهالي الطفلة يطالبون باقصى عقاب للجاني ايقافا لنزيف الاطفال في مثل هذا النوع من الحوادث الاليمة كل اللي انا طلبان من الدولة والحكومة واللي فيها اختي ده مهما يروحش اختي حقاه لو مجاش بالقانون اكسم بالله العظيم لا هموته لو في السجل هموته واخش بدانه طفلة ما عملتش في حاجة هموته وأبوه عارف أبوه عارف يعمل أبوه أبوه عارف يعني طبعا في حوادث من هذا النوع الاغتصاب المصحوب بالقتل أو القتل المصحوب بالاغتصاب أضايا هنا لا يا يجب التعامل معها باستهانة واللي بيضيع فيها أطفال طفل أربع سنوات يعني يعني اي زقب بشري ده يعني مين الزقب البشري ده اللي يعني يمكن ان تفكيره يقوده إلى حنقول بقى مرض حنقول سلوك وتربية متدنية حنقول مجتمع ما بينعيش هذه القضايا ويحصن المجتمع منها بشكل كافي لكن في النهاية رضاين نضاعت يعني والزيب البشر القاصر ده زي ما قلتلكم هيستفيد من قانون الطفل والعقوبة مخففة والقضايا بتحصل كثيرا تنتشر في المجتمع بشكل كافي